ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور أحمد تخيري المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي الدولي لمنظمة الطباء بلا حدود أحييك دكتور أحمد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية كنا دائما ننوه أن المستشفيات تعتبر معابد للحماية والإنسانية مع الأسف اليوم مستشفيات غزة فيها عنوين أكثر أصبحت مشرحة أصبحت مقابر إلى متى هذا المشهد الذي تعدى المأساوية فيما يحدث بمستشفيات غزة دكتور أحمد أهلا وسهلا بك فانتم دائما ذكرتم في تقريركم من الوضع حاليا في مستشفيات غزة هو عبارة عن مأسا هو عبارة عن وثيقة إعدام تم توقعها وابتذيلها بقوات الاحتلال الإسرائيلي سيدتي أن اتعرض الآلاف من المواطنين الذين يطلبون الأمان في هذه المراكز الصحية بالإضافة إلى تعرض العاملين في هذه المستشفيات سيارات الإزعاف للقصف المستمر أو حتى بالتهديد أو بإطلاق النار عن طريق القانون العنصر في داخل المستشفيات أو في خارجها إنه شيء غير مقبول وغير منطقي حتى نراه في هذا الوقت الحالي هو يتنافع كليا يتعرض كليا بقانون العمل الإنساني إن المطلب الوحيد الذي يجب توفيره حاليا هو الإطلاق الفوري لإطلاق النار هو الإقاف الفوري لكل عمليات القصف هو توفير الممر الآمن لسيارات الإزعاف لقل المرطة وإمكانية تسهيل وصول الوقود والإمدادة الطبي إلى هذه المراكز الصحية حفاظا على حياة الناس دكتور أحمد أردف تساؤلي فيما يتعلق بي قيل بأن أعلى عدد مع الأسف من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة كان هذا قد سجل أعلى عدد من سقوط هؤلاء الضحايا بتاريخ الصراع هل يوم نتحدث أيضا عن موضوع الكوادر الطبية والأطباء أنهم تعدوا العديد ربما من الأرقام الغير مقبولة كسقوطهم بارتقائهم شهداء تواصلكم مع أطباء بلا حدود هل عادة هل تتدخرون أي جهدا فيما يتعلق بهذا التواصل مع الكوادر الطبية نعم نحن نبدل كل ما يوسعيناه لمحاولة التواصل مع زملائنا لقد تم إخلاؤنا من شمال القطاع في هذه المستشفى التي تكرتموها في تقريركم سواء كان في مستشفى العون وفي مستشفى الاندونيسي ومستشفى القدس رغم ذلك ظل بعض زملائنا في داخل هذه المستشفى التي حاليا هي ضمن الطاقة الحصار تقع تحت طائلة القصف المستمر وفقدنا الاتصال ببعض منهم قد تم إبلاغنا عن فقداننا لبعض زملائنا في منازلهم أو في أماكن عملهم قد تم إبلاغنا عن فقداننا زملائنا يعملون في سيارات الإسعاف وهم يحاولون إنقاذ المرضى لكننا نعاني من التواصل مع بقية موظفين الذين هم حاليا بين شمال غزة وجنوبها في تواجد في شمال غزة لازالة من مجموعة أطباء نعم نحن نتواجد نحن نتواجد الآن داخل مستشفى الشفاء نحن نتواجد حاليا داخل مستشفى القدس نحن نتواجد حاليا داخل مستشفى العون ولكن يصعب حاليا التواصل مع زملائنا نحاول الانتصال معهم في خلال أربع بين عشر إلى خمسة عشر مرة نحاول التواصل معهم نتوفق في مرة نحاول أن نتواصل معهم بالرسائل لكن لا يوجد تقطية لا يوجد انترنيت أن الوضع الحالي هو عبارة عن تعتيم العام وعملية مذبحة تجري في الأرض الواقع طيب دكتور أحمد مع هطول الأمطار اليوم الوضع قد يصل إلى الوضع الكارثي مع اختلاط الأمطار مع جثث الضحايا أو جثث الشهداء الملقاة على الأرض سواء في أفنية المستشفيات أو في الشوارع قد يحدث أو يحدث هذا الأمر بعض الأمر كيف تتحركون مع هكذا وضع أو تنسقون مع هكذا وضع سيدين نقوم بمناشدات كل من يكون قادر من المجتمع الدولي جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة بالضغط على كل أطراف المتنازعة لفتح الموار الأمر وتوفير هذه الإمدادات من ضمن هذه الإمدادات هي المياه من ضمن هذه الإمدادات هي مواد تعين على تلقية المياه حاليا لا يوجد توفر المياه السليمة يضطر ذلك كل المواطنين أو كل من يريدون التحصل لهذه المياه للبحث للمصادر غير آمنة كما ذكرتم هناك العديد من الجثث أو ذكر زملائنا أن العديد من الجثث حالية تتواجد خارج المستشفى لا يمكنهم حتى الخروج للجلب أو لسحب هذه الجثث يسمعون صراخ الأشخاص حال خارج المستشفى لا يمكنهم حتى إرسال سيادة رسعات ليحضر هؤلاء الأشخاص نتيجة لذلك نتوقع وفيات زيادة عدد الوفيات نتيجة لذلك مع زيادة حالة الأمطار التي تتواجد حاليا ستديد عدد عالات الإسهالات ستديد عدد الممرضات المتواجدة في المنطقة داخل المستشفى حوالين المستشفى وبالإضافة إلى ذلك في الأماكن التي تم قصفها إن الوضع جدا كاريسي الوضع الوبائي بالتأكيد من الممكن أن يعني يتزايد في الفترة المقبلة لا قدر الله بالأخص في المناطق التي تم قصفها تحت أنقاض المنازل والتي يتواجد بها حتى الآن جثث بسبب عدم المقدرة لرفع هذه الجثث أو جثث الشهداء بسبب عدم تواجد وقود ومن ثم آليات الإغاثة لا تعمل وأكد ذلك أنا أكد ذلك أيضا أن نفس الأوضاع الصحية السيئة سوف تكون متواجدا في مراكز الإيواء سيدي لقد تم إخلاء أكثر من مليون ومتان ألف شخص من شمال غزة إلى مراكز إيواء في جنوب غزة هذه المراكز حاليا ممتلعة بالأشخاص يوجد عدد من الإزدحام عدم توفر المياه عدم توفر حتى المراحيض اللازمة لتلبية احتياجها أولا الأشخاص نحن نتحدث أيضا عن زيادة المرضات التي سوف يتم تسجيلها في جنوب غزة وعليا تسجيلها سواء من أمراض الجهاز التنفسي سواء من أمراض الجهاز المعوي سواء من أمراض الجلدية وهو شيء سوف يتدهو يدهو الوضع الحالي بشكل أكثر وأكثر طالما يتم عملية القصف طالما تتم عملية الحصار طالما لم يتم فتح الممر الآمن لنقل الموعدات الطبية وإنقاذ المرضى أو يخراجهم خارج القطاع لتوفير علاجات مناسبة دكتور أحمد دعني أعود مع حضرتك لما يسمى بالمربع الأول إن صح توصيفه في الوضع الإنساني والصحي الجانب الإسرائيلي وأمريكا يفندون تماما أمام العالم بأن هناك لا يزال هناك وقود بأنه لا يزال هناك أغذية وماء وكل ما يتم سوقه هو افتراء وكذب ويتحدثون أن الإسرائيلي لا يستهدف من يريد أن يخرج من محيط المستشفيات طب إذن المربع الأول في هذه السردية أو هذه القصة الحقيقية هم يحاولون أن يفرغوها وهنا سؤال دكتور أحمد هذا التوصيف أو هذا الوصول الحقيقي لهذه الصورة التي تجري اليوم على أرض الواقع ناس محاصرون في المستشفيات ليس لديهم من أدوات للبقاء على قيد الحياة ولا يستطيعون النقاة بحياتهم خارج المشافي كيف يمكن أن يستمر تستمر التركيز هذه الرواية أو هذه القصة الوقعية التي تحدث الآن سيدك ما ذكرت لك أن استمرار دعيني أخبرك شيئا دكتور محمد أبيت زميلي داخل مستشفى الشفاء يشبرنا بأنه تم أجرى 25 عملية نعم في مستشفى الشفاء وهو حاليا يعمل على مريض وهناك مريض آخر في السرير تحت التخدير زميلي لا يمكنه الخروض من المستشفى خوفا على حياتهم من القصف خوفا على حياتهم من القناصة وخوفا على حياة المرضى المتواجدون حاليا بين يديهم زميلي يخبرني بأنهم يجرون عمليات جراحية تحت ضوء الهاتف النقال زميلي يخبرني بأن المورات تمتلئ بالمرضى الذين يموتون في الساعة وحاليا نحن نحدث نتيجة لعدم توجد المصر عدم تواجد بنك الدم التي تم قصفه عدم تواجد المعيدات الطبية أو المواد اللازمة لإنقاذ هذه الحياة عدم توفر حتى المياه اللازمة لتعقيم وتنظيف المواد الطبية أو المعيدات الطبية التي يستعملها جراحون وطقم الطبي لإنقاذ هذه الحياة هذا هو الوضع الحالي ومع كل هذه التفاصيل المؤلمة والتي لا تقبلها الإنسانية هناك أيضا تفاصيل أكثر إيلاما بالصراخ بالناس التي يتعالى صراخها عندما يجرى لها عمليات جراحية صعبة ومعقدة من دون مخدر يعني فيه إمعان بإيلام الناس أكثر من هذا دكتور أحمد أدرك أنه على مستويات رفيعة جدا طبية وصحية سواء من داخل قطاع غزة أو على المستوى الدولي حاولت أن توصل الصورة إلى مجلس الأمن باجتماعات عديدة لعل آخرها آخر جلسة لمجلس الأمن طب الطريقة لإرغام الطرف الغربي ونحن نعرف أنه يمعن بأنه يشيح نظره لا يريد أن يرى هذا من الواضح إرغام أن يرى ما يحدث في القطاع الإنساني ألا يمكن أن تحتكمون لأي أمر يرغم الغرب لأن يكون هناك ضغط أكثر فيما يحدث اليوم بهذا الوضع الإنساني صعب نحن نستمر بنقل كل ما نراه في عرض الواقع إذا ما لا يحملونه حتى الآن داخل القطاع ونقوم بنقل صوتهم ونقوم بنقل كل ما يراه وكل من يتعرض لهذه الأحداث الغير منطقية داخل القطاع نقوم بنقل كل ذلك ونقوم بدعم المجهودات الطبية المتواجدة حاليا في جنوب القطاع سواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية أو بالتنسيق مع المنظمات المحلية كالهلال الأحمر الفلسطيني أو حتى بالتنسيق عبر الحدود مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة الدولية نتيجة لذلك قد تم تسهيل عبور أكثر من 28 طن عبر رفع وحاليا نأمل بأن يحضر وصول بقية المواد الطبية لتم نقلها بالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من الطاقم الطبي والجراحين والموظفين المرافقين يتواجدون حاليا في مصر لإمكانية دخولهم إلى غزة لاستكمال أعمالنا ودعم مشهوز زملائنا المتواجدون الداخلين حال القطاع نعم طيب دكتور أحمد منظمة أطباء بلا حدود بالتأكيد لها سمعة عالمية محترمة بالطبع مثلها مثل الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإغاثية في مثلها كذا موقف ماذا هي ألياتكم للتواصل مع وسائل الإعلام الغربية مع البرلمانات الغربية مع كل من يستطيع أن يحرك الوضع الجامد في قطاع غزة حاليا نقوم بمشاركة ما نشاهده ونقوم برفع تقاريرنا بالاستنكار وبالاستنجان لكل ما نرى لكل المؤسسات أو الدوار التي يمكنها تغيير نوع أحداث نوع من أنواع التغييرات سواء كان في الاتحاد الأوروبي سواء كان في جامعة الدولة العربية سواء كان في الأمم المتحدة أو عن طريق مؤسسات إعلامية أخرى لدينا مكاتبنا حاليا في عدة من الدول الأوروبية متوفقة وفي عدة أماكن في العالم من ضمنها مكتبنا وإقليمي في البشرق الأوسط نقوم بإيصال صوتنا باللغة الماحلية ونقوم بنقل ما نرى ونقوم بنشر كل ما لدينا في مواقعنا وإيصاله إلى جمهورنا حتى يتم نقل الصورة الحقيقية من ناحية طبية إنسانية بصورة مستقلة لكل الأشخاص حتى يتم التغيير جزيلا شكرا الدكتور أحمد الدخيري المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت ترجمة نانسي قنقر